تعالي نشوف بقى تبادل الرؤى ووجهات النظر في هذه الأوضاع الرائنة الوضع الإقليمي مش بس الشديد التوتر بالغ الاحتقان خلي بالك هو لسه ما انفجرش لو في حد متصور ان الوضع انفجر كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كل هذا الخراب للأسف الشديد هو أول الغيث هناك تداعيات جسيمة والحقيقة انه الرئيس السيسي والمستشار الألماني اتفقوا على ذلك أخطار جسيمة تهدد البنطقة طيب انا عايز استأذنكم مع بعض كده يمكن كانب مننا كم فأشغاله بالنهار تعالوا نسمع نشوف الرئيس قال ايه النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي عقد على خلفية هذا اللقاء الهام تناولت وفخامة المستشار شولتس الجويد المصرية من أجل احتوال الأزمة من خلال اتصالاتنا المكسفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مصاري التهديئة وفتح أفاق جديد أليل التسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر أكدت كذلك ضرورة تعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية واتفقنا في الرؤى مع فخامة المستشار الألماني على أهمية العمل بشكل مكسف على استئناف عملية السلام عقب احتوال تصعيد الراهن ويجاد أفاق لتسوية القضية ألف سنين كما عربت لفقامته عن قلق مصر البالغ من خطور التدهر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشددت على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات السلام وأكدت مجددا استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل ترك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك أخذن في الاعتبار أن مصر لم تقم لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني للمعبر حال دون عمله ترجمة نانسي قنقر